بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبائي في الله بتمنى إنكم تكونوا جميعا بخير وصحة وصعيدة وعافية وستر من الرحمن دايما يا رب فضلا وليس أمرا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان قناتنا تكبر بيكم إن شاء الله هنقول مع بعض النهاردة إن شاء الله الدعاء المستجاب لكل شيء بأمر الله الجزء الثالث ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أسترع ورواتي وأمن رواتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوز بك أن أغتال من تحتي اللهم إجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وإعظم لي نورا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلهم ولا تكلني إلى نفسي ترفع عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيص أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وإصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم مالك الملكة تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل الطورات والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر اللهم ارزقني فضل قيام الليل وسهل أموري فيه من العصر إلى اليسر واقبل مع زيري وحط عني الزنب والوزر يا رؤوفا بعبادك الصالحين إلهي وقف السائلون ببابك ولازل فقراء بجنابك اللهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحيم اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك ولسانا زاكرا شاكرا لنعمتك وثبتنا اللهم بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم ارزقنا قلوبا سليمة ونفوسا مطمئنة يا رب ارزق أمي وأبي فرحا لا ينتهي وسعادة تنسيهم هموم الدنيا ومشاكلها وارزقهم صحة في البدن وراحة في القلب وصفاء في الزهن اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يصرنا ويرديك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسكننا الفردوسة الأعلى بجوار نبيك الكريم يا ربي استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حول مني ولا قوة اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخراتنا التي فيها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم اجعلنا لكتابك من التاليين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وبالجنات منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وعند ختمه من الفائزين نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وهمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض عليك اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واقد حوائجنا وحوائج السائلين آمين آمين يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين حبيبي في الله نختم كلامنا بأحب الكلام والذكر إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أحبائي في الله فضلا وليس أمرا من تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان قناتنا تكبر بيكم إن شاء الله يعرف حبيبي في الله أشوفكم إن شاء الله قريب في فيديو جديد أسيبكم في حفظ الله ورعايته فأمان الله اشتركوا في القناة